الزراعة مهنة الفلاحة نمط حياة نمط حياة لأنه الفلاحة الفلاح هو أول شيء إنسان بيكون بيعيش في مناطق ريفية زراعية بتلاكي إنه هو أولاً سابقاً أنا بحكي كان يزرع بتنوع كل أنواع المحاصيل تكون الرئيسية اللي بيحتاجها موجودة عنده يعني مثلاً أنا بحكي لك ليش أنا بحب أسمي حالي فلاح أو ابن فلاح على الأقل لأنه في السابق إحنا كنا ننتج البصل والثومة والبطاطا والبندورة المجففة والبندورة الخضرة طبعاً في وقتها والطازجة اليقطين السمسم الشعير الكمح الفول أنا بسمي لك كل الأشياء اللي كنا ننتجها والعدس والمحاصيل العلافية حتى للأغنام زايد إنه هذا الإنتاج غير زيت الزتون والكطين والعنب والزبيب وكل هاي القصص كان في عندنا أغنام كان في عندنا دواجن بلدية بط بلدي حمام وبالتالي هي نمط متكامل زايد إنه عندنا الطابون قديماً يعني إحنا نخبز نفسنا الفلاحة كمان تتعلق في العلاقات بين الناس لأنه المزارعين عادة حسب النمط الجديد أصبحوا فرديين أكثر من عملهم فردي وكل واحد بس بتهمه مصلحته إلى حد ما يعني بهمه إنه وهذا الشيء مش سلبي أنا ما بلوم ولكن الفلاحة كان فيها نمط تعايشة تعاونة بين بعض الناس حد ينتج إذا خلص مثلاً عندنا القمح في فترة من الفترات كنا نأخذ قمح من جيراننا ونعطيهم زيت أو ننتظر للموسم يعني هذا النمط الفلاحي اللي كان موجود عشان هيك الفلاح مفهوم أشمل وأوسع من مفهوم مزارع المزارع هو شخص بيمتهن مهنة الزراعة فقط ممكن يكون فقط مزارع زيتون ممكن يكون مزارع ينتج زارع نخيل وينتج التمور هو مزارع أو خضروات لكن مش نمط حياة هو موجود عنده وممكن ينتج مثلاً صنف واحد بس بندورة مثلاً بقصد التصنيع لعمل رب البندورة هذا مزارع يعني منقدر نحكي إنها تعتبر الزراعة المعتمدة يعني الإقتصاء أو النقضية اللي بسموها النقضية وهذا زراعة معيشية إلها علاقة في معيشته في وجوده أكثر الفلاح وتفاعله مع محيطه أكثر بكل جوانبه البيئية المجتمعية الروحانية ممكن هيك صحيح صحيح الفلاح زي ما قلت هنا مطحية متكامل وبقوم على التنويع والاستدامة والعلاقات العلاقات بالناس العلاقات حتى بالطبيعة عشان هيك معظم الأمثال السابقة اللي بتتعلق في الفصول وفي الزراعة هي اللي أنتجوها فعلياً الفلاحين الفلاح اللي أنتجها وليس المزارع الزراعة أو المزارع هو زي ما قلت شخص يمتهم مهنة معينة بمارسها من أجل الحصول على النقد هذا الأساسي ممكن يعني نقول كمان هيك أنه اهتمامات الفلاح أوسع وأشمل وعلاقته في الطبيعة بتقوم على الاحترام المتبادل بشكل أوسع المزارع لا علاقته محدودة هي بالضبط زي المصنع بتصير الزراعة كانت مصنع بتصير في عندك مدخلات إنتاج في العمليات اللي بتتم ومن ثم مخرجات فقط فأنا بدي مدخلات الإنتاج تغطي جانب من العمليات اللي تعطيني منتج هذا المنتج يكون قيمته أعلى من المدخلات الإنتاج يعني بهذه الطريقة احنا بنستخدم الأرض بهاي الطريقة في الزراعة فالاحترام اللي موجود عند الفلاح للأرض والطبيعة والزراعة أكثر من الاحترام اللي موجود عند المزارع أو البعد اللي موجود عنده وكان بعد يعني إلى حد ما بالتجربة والفطرة يعني هيك ما بني طيب هلا أنا رح أسأل يعني رح أحب تاما بنسمعها مع الموضوع يعني أنت عم تتبع الزراعة البيئية أو الإنسانية زي ما تحب تسميها بس ممكن أنه كثير ناس يقول لك طيب كلام جميل وحلول ولكن غير مجدية ومكلفة وإنتاجها قليل مقرنة بالزراعة الحديثة اللي فيها التكنولوجيا وفيها أدوات كثيرة بتخليك تنتج أكثر وتبيع أكثر فاقتصاديا الشغلات الحديثة هي عم بتكون أفضل من البيئية أو اللي عم تحكي عنها بجوز هاي جميلة ورومانسية وكلام حلو عم بحكي لك شو الناس بتحكي مش عشقنا عن تيبس عم بقول لأنه صوت يمكن بعض الناس وفيه كمان هلأ عم بتطفلوا بشغلات جديدة زي الزراعة المائية حتى بتطورة تعتمد على التربة ومرات ينظر إلى الاحتلال مثلا كمثال على الزراعة المتطورة وشوف إنه كيف زراعتهم شو قديش متحضرين متطورين شو رأيك بهذا الموضوع رأيي إنه الناس اللي بتحدث عن الزراعة البيئية أولا كزراعة مكلفة وإنتاجيتها قليلة ورومانسية رأيي إنه أول إشي هم ما جربوها هم بحكموا على شيء ما جربوه وهذا الفرق بين ناس جربوها وبين ناس بحكموا بدون تجربة اللي طبعا جرب بإمكانه يتحدث عن التجربة بتفاصيل يمكن أكثر كثير من شخص ما جربها مسألة الإنتاجية والتكاليف هي دعاية روجت لها الزراعة الكيموية أو أصحاب فكر الزراعة الكيموية مش شرط المزارعين نفسهم ولكن الجهات اللي بتقوم بالترويج للكيمويات أولا واللي بتنتجها من شركات مبيدات أو أنا بحب داما أطلق عليها اسم السموم وليس المبيدات مش فقط مبيدات هي مبيدات صح لكن بطلق عليها السموم الكيموية لأنها بتسمم الأرض بتسمم الإنسان مياه كل إشي بتسمم يعني بتسمم كل أشكال الحياة الآن أصحاب هذه السموم ومن ينتجوها وهي شركات طبعا بتقوم على أساس إنتاج تجاري واسع وهدفها سيطرة في النهاية طبعا بهمها رأس المال تاعها وفي النهاية كمان في نوع من السيطرة اللي ممكن نتحدث لاحقا عنه هذا الترويج بيصير من أجل ضرب فكرة الزراعة البيئية من جذورها ولكن التجربة عندنا لا بتتحدث عن إشي ثاني التجربة حاليا بتتحدث أنه في عندنا أولا في فلسطين في آخر سبع سنين يمكن أو يعني تقريبا سبع سنين في صار عندنا نماذج بتضحض كل ما يقال عن الزراعة البيئية أولا في الإنتاجية وهذا شيء يعني أنا بمارسه لأني من سنوات طويلة في الإنتاجية إنتاجية وحدة المساحة أعلى على الأكل ضعفين لضعفين ونص من الزراعة الكيماوية إنتاج الغذاء من وحدة المساحة هلأ راح نفرق بين الغذاء والسلع من جهة التكلفة ممكن نخد مثال على مثلا حجم قطعة أرض إذا عملناها هيك أو عملناها هيك عشان نفهم كيف الكيميات ممكن تكون الزراعة البيئية أكثر من الزراعة فيها محسنات وكيميات نعم في الزراعة الكيميوية عادة معروف أول شيء الزراعة الكيميوية بتدعو دائما لزراعة الأحادية بمعنى إنه إذا عندك دنم أرض في الزراعة الكيميوية بيحكو لك لازم تزرع صنف واحد صنف حتى مش إنه مش نوع صنف يعني ممكن يكون عندك بندورة من عدة أصناف بيحكي لك لا ازرع بس صنف واحد في الزراعة البيئية إحنا بنزرع الدنم إذا كان الدنم في الزراعة الكيميوية بيأخذ مثلاً 2000 شتلة بندورة على سبيل المثال بنزرع فيه 2000 شتلة في الزراعة البيئية بنزرع فيه 2000 شتلة بندورة مع 2000 شتلة بندورة بيكون فيه عندنا كمان ألف شتلة خيار أو ألف بزرة خيار وبيكون في معاهم كمان ألف بزرة أو نبتة فصولية على سبيل المثال إذن نفس وحدة المساحة في الزراعة البيئية أنا كثفت فيها الإنتاج لدرجة عالية طبعا ليش بنزرع هاي طب مش بالضرورة البندورة يعني ممكن يكون فلفل عندك ممكن يكون بيتنجان مع الخليط هذا اللي إحنا ذكرناه لو كان أنا عندي مزروع الفلفل أو البيتنجان أو البندورة مع الخيار والفصولي الفصولي الأرضية الفصولي الأرضية عنا معروفة أنه بتنتج خلال تقريباً خمسين يوم بتكون معطي الإنتاج ومنتهي بظل المنتج اللاحق من الفصولية قليل جداً وبالتالي نعتبر أنه بعد الخمسين يوم توقف الإنتاج فيها الإنتاج الرئيسي لكن لما يتوقف إنتاج الفصولية بنقوم بقص الفصولية قص النبات وتركها على وجه الأرض نتركها ترك طبعاً ما بنخلع الخيار بيستمر في الإنتاج لمدة شهرين ونص يعني عمره الإنتاجة تقريباً شهرين ونص لثلاث أشهر حد أكثر وبعدين بتوقف نفس الشيء بعد ما نأخذ المحصول بنقصه وبنتركه في الأرض البيتنجان أو الفلفل أو البندورة بتبلش تنتج فعلياً بعد الشهرين ونص فأنا بكون حصلت على إنتاج فصولي وخيار وممكن أشياء ثاني يعني على سبيل المثال أنا بيكون عندي في نفس القطعة مزروع في نفس اللحظة مش أكل من خمس محاصيل بس أنا جبت إحدى الأمثلة وممكن يكون كمان مزروع عندي مش ممكن دائماً بيكون مزروع عندي الريحان بين الأشتال والريحان كمان هو محصول بننتجه وبنبيعه فنفس قطعة الأرض شوف كم المحاصيل اللي أنا حصلت عليها منه من هاي الأرض هذا جانب الجانب الآخر المهم عمر النبات في الزراعة البيئية بيكون أطول وهذا طبعاً كل حداً زراعة بيئية عندنا بلش يلاحظ هاي المسألة إنه العمر أطول وبالتالي الفترة الإنتاجية صارت عندنا أطول القضية الأخرى في الزراعة الكيموية نزرع البندورة بعد ما ينتهي المحصول المزارعين بخلعوها بكبوها برجعوا بحرث الأرض بستنى شهر شهرين وبرجعوا بزراع إحنا في الزراعة البيئية لا ما بنتعامل بهذا الأسلوب مباشرة لما بشوف إنه مثلاً البيتنجان كرب ينتهي الموسم بتاعه دخلة الشتوية وبدو ينتهي الموسم قبل ما ينتهي البيتنجان بأسبوعين زمان ثلاث أسابيع باجي بزرع بين البيتنجان خس وزهرة وملفوف وممكن فجل وجرجير إيش بدي محصيل بصل أخضر بزراعهم على طول ما في فترة انقطاع أبداً بالتالي هذه العملية المتواصلة من الإنتاج بترفع عنده إنتاجية الأرض لمعدلات عالية لما أنا بتحدث عن ضعفين لضعفين ونص هذا طبعاً رقم متواضع عالمياً بالتجارب بوصلوا في حدود خمس أضعاف لست أضعاف في أحد البيئيين المزارعين البيئيين والناس المروّجين لهذا الموضوع في كاليفورنيا اسمه جون جيفونز إذا مر عليكم الاسم هذا مع جامعة كاليفورنيا أو جامعة سانتا كروز في منطقة كاليفورنيا وصل لتسع أضعاف الإنتاجية من الغذاء من نفس قطعة المساحة مقارنة بالإنتاج الكيمون هذا طبعاً كله البعض ممكن ما يقدر يصدقوا ما يتصوروا إنه هل ممكن هاي الانتاجية؟ طبعاً ممكنة الآن الانتاجية أعلى والتكاليف أقل ليش التكاليف أقل؟ في الزراع البيئي كثير بتحدث عن إنه هي بتحتاج لشغل أكثر الأعشاب بصير بدها شغل كثير مشان نسيطر عليها بدل كيمويات بدل رشم وبدلات الأعشاب إحنا بالنسبة إننا الأعشاب هي مصدر وهذا اللي بيبلش يخلق الفرق في النظرة بين المنتج أو الزراع البيئي وبين الزراع الكيموية إنه المشاكل بنصير نشوفها فرص ففي الزراعة البيئية الأعشاب هي فرصة إنه ومصدر أنا ما بخلع الأعشاب بكسها دائماً بكسها وبتركها في الأرض لأنه هي بتعطيني أولاً غطاء للتربة ثانياً مادة عضوية وسماد للتربة غذاء للتربة ومنها بيصير غذاء للنبات فالأعشاب عندي مصدر عشان هيك أنا ما بخلع الأعشاب عندي بكيمويات وحتى لو بدي أعشب بالكامل لازم أخلي مناطق عندي جزر في الأرض فيها أعشاب عشان تعطي بذور وترجع تنتشر في الأرض لأنه هي مصدر إلي إذن مسألة التعشيب بتصير مش مشكلة القضية الثانية إنه الحراثة عندنا بعد إحنا ما نجهز الأرض أول سنة بشكل صحيح للزراعة البيئية بعدها بنبطل نحرك بنبطل ننقش أنا حالياً صر لي في قطعة أرض بزراها يمكن المحصول القادم رح يكون رقم 21 أول مرة حضرت الأرض وبعدها خلص انتهى ما بلزمني أضل أشتغل فيها إذن موضوع الحراث توقف عندي نكش التربة ما بنكش التربة ما بحتاج استهلاك المي كمان بصير أقل أنا يعني في سنة 2009 عملنا دراسة قبل 11 سنة عملنا دراسة على تكاليف أو كمية المي اللي وفرناها حسب العدادات عدادات المي قبل الزراعة البيئية وبعد الزراعة البيئية في سنة واحدة كانت الفرق 53% يعني وفرنا 53% من المياه إذا كانت الأرض تأخذ عندي مثلاً نعطي مثال 100 كوب صارت تأخذ 47 كوب مي فكمية المي اللي توفرت كانت عالية جداً وهذه الكمية طبعاً إحنا بنعيد استعمالها مشان نوسع المساحات اللي ممكن نزرعها وبالتالي في عنا كمان فرصة إنه نتوسع بالمساحات المروية لما بنشتغل في الزراعة البيئية فإذا كانت كمية المي أقل التعشيب ببطل عندي مشكلة ما بدي أدفع عليه كيمويات الحراثة بتتوقف البذور أنا معظم البذور صرت بنتجها بنفسي يعني في أشياء ما زلت مضطرة أجيبها من أصدقائي اللي كمان بزرعها زرعها بيئية أو ممكن بعض الأشياء أشتريها من السوق بفتش على مثلاً الفكوس البلدي بروح بشتري من عند بعض الفلاحات حتى الآن ما أنتجت الكمية الكافية لكن في أشياء كثيرة أنا بنتجها بنفسي لما البذور ما بشتريها الكيمويات ما بستخدمها لا مبيدات ولا أسمدي حراثة ما بحرث التعشيب ما بشكل عندي مشكلة والمي أقل كيف تكاليف الإنتاج فيها بدها تكون أعلى باختصار تكاليف الإنتاج لماذا عادة الزراعة العضوية تكون غالية لأنه بحجة أنها مكلسة؟ يعني إحنا دائماً أي شيء زراعة عضوية تقول لك غالية لأنها مكلسة؟ الزراعة العضوية إذا بنروح للزراعة العضوية خلينا نحكي الزراعة العضوية الرسمية أنا دائماً بفرق بين زراعة عضوية شعبية أنه الناس بيزرع بدون كيمويات وبين زراعة عضوية رسمية الزراعة العضوية الرسمية أنا طبعاً بعتبرها طريق ممكن تكون طريق مشان نوصل للزراعة العضوية ولكن هي إذا ضلت زراعة عضوية فأنا بالمفهوم أو بالبعد الاجتماعي أنا ضدها كزراعة عضوية وهذا سبب اللي خلاني أنا أروح لأشيء اسم الزراعة البيئية وخلاني أقطع العلاقة بالكامل بأشيء اسم الزراعة عضوية سنة الألفين لأنه البعد الاجتماعي مغيب في الموضوع في الزراعة العضوية الرسمية اللي برفع تكاليف الإنتاج بشكل أساسي هو عملية التفتيش والشهادة لأنه المفتش لما بيروح على المزرعة فيه له تكلفة وتكلفة عالية والشهادة نفسها إلها تكلفة زائد أنه في الزراعة العضوية ما بتتبعوا الأساليب اللي بنتتبعها في الزراعة البيئية ممكن تلاكي في الزراعة العضوية زراعة أحادية يعني مثلاً مزارع بنتج بس بندور عضوية أو بنتج زيت زتون عضوية بس إحنا في الزراعة البيئية بنرفض فكرة أنه يكون عندي حق الواحد من محصول واحد لازم يكون خليط ففي موضوع البعد الاجتماعي بالدرجة للبعد الاجتماعي في الزراعة العضوية البعد الاجتماعي مغيب رغم أنه بتم الحديث عنه يعني في الأدبيات لما بنقرأ عن الزراعة العضوية في الأورغانيك فارمينج موجود البعد الاجتماعي التفسير إله يعني محاولة التفاف أنا بعتبرها لكن حقيقة الأمر أنه الزراعة العضوية أصبحت مثل الزراعة الكيموية ليش؟ لأنه القادر على شراء المواد الكيموية وقادر على ممارسة الزراعة الكيموية بالمعدات اللازمة إلها هو المزارع الغني المزارع الفقير لكي بحاول يخفف من استخدام المواد الكيموية لأنه مش قادر يدفع ثمنها يحاول يلجأ للمنتجات أو البذور اللي هو بنتجها يحاول يلجأ لكن في الزراعة العضوية صارت نفس الشيء المزارع الغني هو اللي بقدر يدفع تكاليف الشهادة المزارع الفقير فيش عنده كدر يصير مزارع عضوي بشهادة المنتج لأنه الشهادة بترفع قيمة أو تكلفة الإنتاج المنتج نفسه صار بقدر يشتريه كمان فقط الغني مع أنه الأحق أنه يشتري المنتج العضوي هو الفقير لأنه الفقير غير قادر على دفع تكاليف العلاج إذا مرض بالسرطان خاصة في منظومتنا العربية اللي مش الجميع عنده تأمين صحي وقدر أنه يدفع تكاليف العلاج إذا صفت الزراعة العضوية الرسمية تستهدف أو اللي بقدر يكون فيها المزارع الغني واللي بقدر يشتري المنتج العضوي كمان المستهلك الغني طب وين العدالة الاجتماعية في الموضوع لكن في الزراعة البيئية إحنا عندنا هاي الظاهرة مش موجودة لأنه تكاليف الإنتاج عندنا قليلة ما فيها شهادات وبنرفض الشهادة يعني حتى الآن إحنا رافضين موضوع الحصول على شهادات ومش بس رافضين يعني بنحارب من أجل عدم الحصول على الشهادة إنه يصير فيه إسمه شهادات لأنه مرة ثانية إحنا في الزراعة البيئية هدفنا تحرري بكل المقاييس نتحرر من أشياء كثيرة فما بدنا سيطرة شركة تيجي تفتش علينا إحنا اللي بدفعنا للإنتاج والتوجه للإنتاج البيئي والزراعة البيئية هو إيماننا المطلق بهاي الزراعة بأبعادها التحررية جميعا عشان هيك تكلفة الشهادة عندنا مش موجودة فإحنا بنكون يعني الشهادة بالنسبة لنا هي بتكون على شكين إيمان المزارع من خلال العلاقة بنجيب المستهلكين يشوفوا الإنتاج يشوفوا طريقة الإنتاج كل هاي الطرق إحنا بنستخدمها هلأ التكلفة قليلة عندنا وبالتالي السعر لازم يكون قليل وهذا شيء أنا بمارسه بنفسي يعني الخسة عندنا حاليا في السوق بتنباع بمعدل نص دينار الكيموية أنا ببيع الخسة البيئية تقريبا من نص دينار قبل سنتين كان في مشكلة في البندورة ويمكن تتذكروها أننا احنا ارتفعت أسعار البندورة ووصلت ما يعادل ثلث دنانير ونص للكيلو أنا ضليت أبيع البندورة بدينار حتى المستهلكين اللي كانوا يشتروا مني يحكوا لي يا رجل في السوق ما يعادل ثلث دنانير ونص أنت بتبيع حب دينار طب يعني ارفعها عليهم هم يطالبوا أني أرفع السعر علي رفضت لأنه تكلفة الإنتاج عندي هيك وأنا بدي البندورة لأنه لما كانت ثلث دنانير ونص فعليا العائلات الفقيرة توقفت عن شراء البندورة لأ أنا بدي الفقير يقدر يشتري البندورة تأتي الآن تكاليف إنتاج أقل وإنتاجية أعلى بتخلي عندي الكدرة أني أنا بيع منتجة بسعر عادل للناس جميعهم أي حد يقدر يشتري للمنتج هذه الفلسفة اللي إحنا بنبني فيها في هذا الموضوع فضل سألي بظل ما بأعرف إذا بتحب فيه سؤال اللي ما جاوبت عليه اللي هو الاحتلال والتطور أيو آه فعلت عن موضوع الاحتلال صحيح وعندي سؤال بس قبل الزراعة اللي قلت الأحادية ليش ما بيقدر واحد يزرع بينات مثلا قلت أنت مثال البندورة ليش ما بيقدر كمان يعملوا زي الزراعة البيئية يزرعوا بين البندورة وكمان يستعملوا الكيموية اللي بيمنع اللي بيمنع إنه أول إشي كل الإرشادات وكل التوصيات إنه ما تكون في زراعة مختلطة في الزراعة الكيموية حتى ما يصير في تداخل في الأمراض والحشرات وهي المسائل وطبعا هذه توصيات توصيات الشركات وتوصيات الجامعات لما احنا درسنا هذا الشيء أنا درست العلوم الزراعية ست سنين وهيك كانت دراستنا واللي طبعا بالتجربة ثبت خطأ هذا الشيء فما بيزرعوا لأنه كل الإرشاد إنه ما تزرع هيك كل التوصيات والإرشاد والتدريب إنه لا إذا زراعة مختلط بيصير في عندك مشاكل كثيرة العكس تماما هو اللي بيصير الخليط هو اللي بيحمل نباتات من بعض من الآفات بيحمل نباتات كل نبات بيحمل ثاني لما أنا تحدثت عن الريحان الريحان هو جزء رئيسي من الزراعة عندي لما بيكون الريحان موجود فعليا أنا بضمن إنه ما يكونش في عندي مشاكل حشرات كثيرة أنا حتى المبيدات الطبيعية حتى الآن لم أستخدمها يعني إني أعمل خلطة فلفل حار وثوم ومش عارف إيش وصابون بلدي ما استخدمتها حتى الآن وما بشعر إني بحاجة نستعملها نتيجة الخليط وهذا طبعا فيه له تفسير علمي فهذا السبب ليش في الزراعة الكيموية بلجأ إلى الزراعة الأحادية زائد إنه في الزراعة الكيموية هم بيعتمدوا الآلة بشكل أوسع فكيف الآلة بدها تتعامل مع زراعة البندورة مثلا إذا كان مع البندورة فيه خيار البندورة طال على فوق أنت مربيها للأعلى إذا هي بندورة معلقة مثلا وفيه خيار عندك على الأرض مثلا فكيف بدك تدخل الآلة كل هاي القصص يعني زائد اللي أنا بسميه التضليل اللي صار يعني فيه غسيل الدماغ صار للناس وصار إلنا جميعنا وما فيهم المزارعين حول هاي القضايا بس أرجع لموضوع الاحتلال والتطور يعني يمكن أكثر حدا لازم يحكي عن أو ينبهر في موضوع التطور اللي عند المحتل هو إحنا لأنه شايفينه لكن أنا عمر يعني عمر أساليبهم الزراعية ما أثارت عندي الانبهار والاهتمام لأنه بالنسبة إلي هي أساليب استعمارية هدفها السيطرة حاليا هم مثلا عم بتحدثوا أو طوروا تقنيات طوروا سلكوا تقنيات يعني على الجهتين تقنيات بحيث إنه الحقل يكون مراقب بالطائرات بدون طيار الطيارة بتصور لك الوضع الحقل في حشرات ما فيش بتعطي المعلومات لمركز التحكم مركز التحكم بشغل طيارة ثانية تطلع ترش كل هاي القصص طب إحنا عنا مين اللي ممكن يمتلك هاي التقنيات هاي هاي التقنية هل هي متاحة للجميع والله هي تقنية راح تكون في جهة تحتكرها وتمسك فيها وتعطيك إياها هي جزء من عملية السيطرة وهدفها هو استعماري وهدفها اقتصادي سيطرة اقتصادية هذا اللي احنا بنرفضه وعشان هيك في أحد المقالات أنا كتبت مقال قبل سنة بجوز زراعة بيئية بأبعاد إنسانية أو لا عفوا رسالة زراعية رسالة زراعية بأبعاد إنسانية كتبت هذا المقال وممكن بعدين يعني أشارككم إياه وتحدثت فيه عن شو الرسالة الزراعية اللي احنا بننقدمها كشعب تحت الاحتلال هي رسالة انتاج زراعي تحرري بيحمل بعد إنساني لأنه احنا بنقدم للإنسان طريقة يتحرر فيها من الاعتماد على الشركات شركات البذور المعدلة وراثيا شركات السموم الكيموية بمختلف أنواعها يتحرر من الأمراض وبالتالي هي رسالة تحررية كمان في المقابل ما يقدم المحتل هو منهج زراعي هدفه السيطرة يسوق لنفسه ويسيطر فأني رسالة إحنا اللي لازم نتمنىها هل هي الرسالة الإنسانية الزراعية الإنسانية اللي بتقدم للإنسان غذاء غذاء خلينا نقول يعطيه الصحة يعطيه ولاده الصحة يخليه كمان حر في طريقة إنتاجه ولا بنا نروح لزراعة دائما هو معتمد فيها على الآخر فهي احنا اللي بنشوفها كرسالة زراعية شكراً محمود ايش سؤالك أخ رضي عن السؤالي بس للأخ سعد الله يكلمه هو حكى عن الزراعة البيئية وهي فكرة زراعة البيئية جداً وامتازة حسب ما حكى ما شاء الله بس أنا بدا أسأل السؤال للأخ سعد أنت حكيت أنه في الزراعة البيئية في شيء اسمه إنتاجية أعلى مقابله شغل أقل وتكاليف أقل هل الزراعة البيئية ممكن أن نطبقها على مساحات الأرض كبيرة ولا صغيرة فقط أنا بتعجبني مقولة أعتقد لديل كارنيجي ديل كارنيجي في أحد مؤلفاته بيقول ابدأ والنهاية في ذهنك ابدأ دايما نخلي النهاية في ذهنك وين بدك توصل تمام ففي الزراعة البيئية الزراعة البيئية هي حالة تعلمية ببالتتعلم فيها وتندمج أكثر مع الطبيعة وبالتالي أنت بتحتاج في البداية شوي شوي تبدأ تتعلمها على مساحات صغيرة وتنطلق للمساحات الأوسع لكن إذا توفر فيه عنصر واحد إذا توفر اللي هو السماد الطبيعي سواء هذا كان من الأبقار أو الأغنام أنا بفضل دائما الأبقار والأغنام الدجاج طيب ما تفضل السماد الدجاج بالنسبة لي في البداية المرحلة الأولى أو الأشي اللي بفضله دائما أكثر أشي هو الأبقار لأنه المحتوى لأن المحتوى اللي موجود في روث الأبقار أعلى من أي محتوى ثاني من أي روث آخر فإحنا بدنا يعني لأنه بدنا نعيد الحياة للتربي بدنا نعيد البكتيريا والفطريات اللي كانت أصلاً مستوطنة في التربي وراحت فبدنا نعيد هذا المحتوى من البكتيريا للتربي عشان هيك بحضل زبل البقر اللي فات الدواجن الاشي اللي متوفر عندي بتاكله في أقل هو اللي برح له هذا هو يعني مش إنه شرط الأبقار لكن إذا كانت متوفرة في المكان وبتاكله في قليلة بروح للأبقار مش متوفرة ومتوفرة عندي الأغنام بروح للأغنام مش متوفرة للأغنام بروح للدواجن هاي هي الفكرة فإذا كان في عندي متوفر الروث كمية تكفي مثلاً لمساحة ميت دنوم أنا ممكن أزرع ميت دنوم زراعة بيئية وببلش أمتد فيها شوي شوي يعني مش بالضرورة إنه فقط أتوقف على الميت دنوم هلا هي فقط إحنا ليش بنقول المساحات الصغيرة لأنه إحنا بالنسبة إلنا في فلسطين المساحات عندنا صغيرة الدراسة بتقول إنه 83% من الحيازات عندنا هي حيازات أقل من 10 دنوم فتركيزنا على الحيازات الصغيرة ولكن زي ما قلت هذا لا يمنع إنه نروح لمساحات أكبر هلا مصبوك كلام إنه 70% من غذاء العالم هم هو من الفلاحين الصغار المسرعين الصغار حسب طبعا أرقام الـ FAO منظمة الزراعة والأغذية العالمية بتتحدث إنه 70% من الغذاء العالمي بيجي من مزارع صغيرة ومزارع حتى أسرية وأعتقد حتى الرقم هذا حتى في الولايات المتحدة أعلى نفس الولايات المتحدة من الزراعات الأحادية الواسعة الغذاء الرئيسي بيجي من مزارع أسرية ومزارع صغيرة لأن المزارع الواسعة الكبيرة هي فعليا بتنتج محاصيل سلعية أو سلع زي مثلا الصوية أو الزرا أو عباد الشمس هاي جميعا طبعا بتروح أو معظمها بروح تقريبا 90% منها بروح لعلف للحيوانات عشان هيك هي سلعة بروح ألف للحيوانات وهناك بتحول للحوم أو الألبان أو البيض اللي هو وبعدين بيرجع لمن جديد فالغذاء الرئيسي ينتج في المزارع الصغيرة ساري كان عندك سؤال أنا بالحقيقة في عندي أسئلة بثلاث محاور فبتحب أطرحهم واحد واحد أو بتحب أحكيهم كلهم وبعدين أنت بتجاوب براحتك اللي برايحك طيب راح أحكيهم كلهم وإذا أحتاج بعدين ممكن أرجع عيد الأول بحب أنه ياريت أنه تحكي لنا شوي أكثر عن موضوع الزبل لأنه أنا كثير بشوف أنه في مزارعين بيحكوا عن الزبل المعقم وبيعتبروا السماد الطبيعي المعقم يعني كلمة معقم أنا ما بتعجبني لأنه فيها فكرة العقم في رأيت تحكي لنا أكثر هيك عن الزبل أنه شو فائدته ليش أصلاً إحنا نستخدمه كسماد السؤال الثاني بحب تعطينا رأيك لو سمحت بالزراعة المائية باعتبار أنه تم ذكرها من شوي والسؤال الثالث واللي هو أهم شيء بالنسبة لإيلي أنت حكيت ببداية استعراضك عن تحضير الأرض حكيت أنه أنت حضرت أرضك بالأول سنة وبعدين خلاص ما بتحرسها أبداً في رأيت تحكي لنا أكثر شو هي عملية تحضير الأرض أديش بتاخد وقت مثلاً سنة أو أكتر وهل هي عملية مكلفة لشخص أنه بده يبلش بمساحة صغيرة أو مش بمساحة صغيرة عفوا مساحة كبيرة شخص بده يبلش بمساحة كبيرة هل عملية تحضير الأرض مكلفة كتير أم لا؟ طيب نبدأ بالأسئلة الأربعة يعني موضوع الزبل، الزراعة المائية، تحضير الأرض وكلفته والأخت زينة سألت عن الحدائق إذا يستخدم بالحضائق المنزلية هذا النوع مزراعي يعني اللي عنده مساحة صغيرة كتير بس بده يستخدم هذا النوع من الزراعة بالضبط؟ حكورة حكورة بالضبط طيب واحد واحد بالنسبة لموضوع الزبل، طبعا مجرد مصطلح سمحت تخلي آخر سؤال موضوع التحضير الأرض، آخر سؤال الجاوب عليه، إذا ممكن طيب تمام، إذا خلينا أبدأ بالحضائق ربط الله سارع على السؤال وهو مهم جدا بالنسبة لي صراحة ديني بدي أعطى تمام، إذا خليني أبدأ بالموضوع الحدائق فقط، الله يكرمك ولا إهمة، أبدأ في موضوع الحدائق، يعني؟ عن موضوع الأرض، كيف رح نحضرها؟ هذا جدا مهم بالنسبة لي أريد أن يجاوب هذا؟ أبدأ، أبدأ أخلي آخر، أخلي آخر شيء آخر شيء، تمام بارك الله فيك، شكرا حياك الله طيب، موضوع الحدائق، طبعا موضوع أنت عملت انقطع صوتك، مهندس آه، متأسف مش عارف ليش انقطع هلا رجاء؟ طيب، موضوع الحدائق، أكيد يعني أي مساحة، وهي دائما مقولة، أنا بظل أحكيها أنه أي مكان بتسقط عليه أشاعة الشمس لازم نزرعه، سواء حديقة منزل أو بلكونة، أو سطح بيت، أو مزرعه طالما الشمس بتوصل إحنا لازم نزرعه، وممكن نزرعه زراعة بيئية والعامل المحدد إلنا للزراعة وهو لازم يكون فقط وصول الشمس يعني إذا المي متوفره، خلاص هل في شمس، ولا ما فيش شمس؟ بالتالي الحدائق مش فقط أنه هل ممكن زراعتها زراعة بيئية أو لا أنا بعتبرها أهم نواة من أنوية الزراعة البيئية هي الحديقة المنزلية لأنه في الحديقة المنزلية إحنا بإمكاننا أولاً ننتج غذاءنا السليم الخالي من الكيمويات لأفراد أسرتنا هاي نقطة، النقطة الثانية واللي إحنا طبعاً بنعاني منها حالياً اللي هي هذا اليوم كل أفراد الأسرة بس شغالين على هيك إشي فيش ترابط، ما في حديث، ما في كذا الحديقة المنزلية حقيقة هي ممكن تكون مكان الأسرة تجمع حالها فيه مكان تبادلوا فيه الأحاديث، الخبرات، المعرفة، التربية لأن الحديقة ممكن أستخدمها لتربية الأطفال خلال الزراع عملية الزراعة نفسها هي عملية تربوية عميقة جداً وهذا طبعاً منهج طويل اللي ممكن الواحد يتحدث عنه كيف أربط الزراعة بحياة الطفل وكيف ينشأ كيف من خلال الزراعة أخليه يعرف يهتم في غرفته، في بيته، في تخته كيف يهتم في اختيار الأصدقاء أربط على موضوع النباتات والتوليف اللي بتكون بين النباتات وكيف في نباتات صديقة لبعض منها أعلموا هاي المسألة وكمان أعلموا كيف هو يكون صديق للناس وكيف يحمي حاله من أشياء ممكن تسيقلوا مثلاً كيف أعلموا يحافظ على الشجر في شوارع عمان أو شوارع السلط أو شوارع إربد لأن الطفل اللي بيزرع شطلة فلفل وبيهتم فيها لما يطلع على الشارع مش رح يخرب شجر الشارع الطفل اللي بتعلم يراكب نبتة الفلفل لما يزرعها أو بذرة الخيار لما يزرعها وكيف بتبدأ تنمو وبعدين تنتكل من مرحلة تطور لمرحلة أخرى لمرحلة الأزهار الأزهار بتتحول لثمر الثمر بيبدأ ينمو بعدين ينضج بعدها يكتفو ويوكلها هذا الطفل اللي أكل هاي أو كطف هاي اللي خيارة اللي هو رباها مش رح شكله مش عارف سامعيني ولا لا أنا بدي أنتكل لمكان شوي تاني عشان المشكلة اليوم الكهرباء في المنطقة عنا فيها إشكالية فعشان هيك طيب فالحديقة المنزلية زي ما قلت فيه الإمكانية العالية للإنتاج فيها مهما كانت صغيرة لأنه مساحة عشرين متر مربع إذا زرعت زراعة بيئية صحيحة وزرعناها خضروات هي العشرين متر مربع ممكن يكفو أسرة صغيرة بالخضار الموسمية طول السنة الخضار الموسمية يعني الفلفل والبندورة والبيتنجان والإخيار والكسف الصيف مثلاً والخس والزهرة والملفوف والجرجيل والبصل الأحضر في الشتاء مثلاً فنعم الزراع المنزلية والحديقة المنزلية والحكورة مهم جداً في الموضوع على كله نيجي هلا لموضوع الزبل الزبل وأنا بتفك معك مية بالمية خسارة إنه مجرد استخدام مصطلح التعقيم هو مصطلح مؤذي بدنا زبل معقم احنا بالعكس بدنا زبل مليء بالحياة مليء بالكائنات الحية وهذا أصلاً الهدف الرئيسي للزرع البيئية إنه احنا نعيد الحياة للتربة من وين بنعيد الحياة اللي بيخلي التربة ترجع لها الحياة هي الأسمد الطبيعية الزبل الطبيعي اللي بنضيفه إذا كان غني بالبكتيريا فبرجع بغني التربة بالبكتيريا والفطريات إذا كان معقم فأنا شو بستفيد منه فعلياً أنا بستفيد منه العناصر الغذائية للنبات وهذا الفرق برضو في المفهوم بين الزراعة البيئية وبين الزراعة الكيموية في الزراعة البيئية احنا بنغذي التربة في الزراعة الكيموية بنغذي النبات لها السبب في الزراعة الكيموية دائماً التركيز على احتياجات النبات من العناصر الغذائية وما في ذكر لاحتياج التربة من الكائنات الحية والمادة العضوية عشان هيك الزبل مش بالضرورة وهنا طبعا أنا بعاكس كثير من الأشياء العلمية اللي بتنذكر مش بالضرورة يكون مخمر أصلا يعني عشان أزرع زراعة بيه مش بالضرورة يكون عندي كومبست ما يسمى بالكومبست أو السباخ بالعربي مش بالضرورة يكون ممكن أنا أضيف الزبل وأنا حاليا معظم الزبل بضيفه حي زي ما هو بجيبه وبضيفه للتربة لكن بضيفه بكميات مدروسة وبطرق مدروسة بحيث أنه ما يؤدي لضرر في النبات لأنه إذا أضفت مثلا زبل الجاج الحي بدون تخمير بكمية غير مدروسة وفي أماكن غير مدروسة بيقدع النباتات بيحركها باختصار في الزتون مثلا أنا عندي زراعة خضروات وعندي زراعة زتون والزتون حاليا أنا بنوع في الحقل نفسه وبزرع فيه أشياء إضافية حتى ما تكون زراعة أحادية من الزتون لأنه في آخر أربعين سنة صارت الزراعة الزتون عندنا أحادية ففي الزتون بضيف الزبل كمان بدون تخمير ولكن بكميات مدروسة وعلى سطح التربة بدون أحرط الأرض أنا بشتغل كيف الطبيعة بتشتغل فهذا بالنسبة للزبل بعش إذا في أي جانب مش واضح في موضوع الزبل إذا فيه سؤال تاني يعني ولا واضح حسارات واضح بالنسبة للي بس بعض يعني بحب أنك أنت تحكي من وجهة نظر المهندس أنه إحنا ليش بنستخدم الزبل يعني بشوف كتير ناس بفكروا أنه إحنا بدنا العناصر المغذية اللي فيها بيريت أنه تحكي أنه شو الفائدة الأكبر من الزبل طيب أنا لما بعطي تدريب على الزراعة البيئية وبتحدث عن الزبل ولا مرة بحط الجدول اللي بتحدث عن محتويات الزبل من العناصر الغذائية من النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور والحديد أبداً ولا بتعني لي شيء نهائي ما بتعني لي شيء الزبل هو غذاء الأرض غذاء التربة وليس غذاء النبات الزبل الهدف من إضافته أنه أرفع نسبة المادة العضوية في الأرض والمادة العضوية بدي إياها لأنه بدي محتوى عالي من الكائنات الحية في التربة ديدان الأرض وغيرها طبعاً مش بس ديدان الأرض والفطريات والبكتيريا والأشنات اللي ممكن تنشأ كل الكائنات اللي بتستوطن التربة هدفي من إضافة الزبل هو هذا تحديداً أرفع نسبة المادة العضوية في التربة لأنه لما برفع نسبة المادة العضوية في التربة التربة بتصير خصبة خصوبة التربة اللي إحنا درسناها وتعلمناها في الجامعات ما بتعبر حقيقةً عن مفهوم الخصوبة لما درسنا خصوبة التربة حكولنا إنه قدرة التربة على إمداد النبات بالعناصر الغذائية لكن عنا في الزراعة البيئية خصوبة التربة بتعني مقدار ما تحتويه التربة من مادة عضوية وكائنات حية هاي هي الخصوبة فاللي برفع خصوبة التربة بشكل أساسي هو إضافة الزبل طبعاً فيه أشياء ثانية بترفع خصوبة التربة لكن إضافة الزبل بترفع نسبة المادة العضوية أولاً جذور النباتات بتصير أسهل لها إنها تخترك التربة وبتالي شبكة الجذور بتصير قوية في داخل التربة في باصل ما بين جذور النبات وبين الفطريات والبكتيريا اللي موجودة في التربة وهذا اللي بخلق المناعة عند النبات وهذا اللي بعطيني الغذاء المغذي إلي لما بأخذ أنا منتج من هاي التربة هو منتج مغذي إلي وبعتقد إنه شفته آخر تقرير أو تقرير وثائقي عملته قناة ألمانية عن الفرق يعني طبعاً تحدثوا عن البذور هم لكن تحدثوا كمان عن الفرق في المحتوى الغذائي بين المنتجات الطبيعية وبين المنتجات اللي جاي من بذور معدل وراثياً والفرق كان كبير يعني على ما أذكر نسبة الكالسيوم أعتقد في المنتج اللي جاي من بذور معدل وراثياً بكل بنسبة 63% الحديد يمكن 53% أو 52% يعني النسب كبير جداً العناصر الغذائية في المنتجات الكيموية والمعدل وراثياً كثير أقل وهذا راح أجاوب فيه على موضوع الزراعة المائية كمان عشان هيك أنا بغذي التربة مشان أحصل على محصول مغذي إلي كمان غني بالنسبة إلي كإنسان وعشان هيك كمان في الزراعة البيئية إحنا إذا في الزراعة الكيموية إذا بنحتاج ثلاث حبات بندورة مشان نحصل على العناصر الغذائية اللي لازمتنا المنتج البيئي بنحتاج إحنا إنه ناخذ منه حبة بندورة بدل ثلاث لأنه غني بالكائنة بالعناصر الغذائية وهذا طبعاً كنا نحكيه زمان والناس يحكوا فيه إثبات عليه نحكي لهم آه فيه إثبات وفيه دراسات عملت لكن الفيلم الوثائق اللي عملته دي دابليو الألمانية الأخير بيّن هذا بالأبحاث المخبرية فبنغذي التربة لهذه الأسباب لهذه الأسباب بنضيف الزبل إشي آخر كمان ليش بنضيف الزبل إحنا بحاجة عالية جداً إنه نضيف الزبل في تربتنا في مناطقنا والأردن زينا نفس الإشي بحاجة كثير إنه نستخدم الزبل لأنه بصير كدرة التربة على انتصاص المياه والاحتفاظ فيها بتصير أعلى بكثير كل ما ارتفعت نسبة المادة العضوية في داخل التربة بتزيد كدرتها أضعاف في الاحتفاظ بالمياه ما بتصير المياه تتسرب لباطن الأرض أو حتى جريان سطحي كدرة التربة على انتصاص مياه الأمطار بتصير كثير أعلى أنا في صديق إلي طبعاً نشتغل أنا وياه وهو بشتل أصلاً مهنته الحراثة لما بكون معي في الأرض أول مرة انتبه لشغلي بكل غريب إنه الأرض عندك ما فيش فيها كنوات مي يعني الشتوية مش عاملة فيها كنوات مي بمعنى فيش إنجراف تربي قلت له طبعاً ما فيش إنجراف تربي لأنه ببساطة جميع مياه الأمطار التربي قادرة على انها تمتصها مثل الإسفنجة ليش نتيجة المادة العضوية اللي فيها طبعاً هاي كلها أسباب ليش لازم نستخدم الزبل وتحديداً الزبل الحي لأنه مرة ثانية بدنا إحنا الكائنات الحية نياهو فيه كائنات حية يحكم التربي وبدنا كمان الكائنات الحية اللي موجودة فيه تشتغل على موضوع تحليل العناصر الغذائية وتحمي النبات لأنه الزبل أو المادة العضوية إذا كانت في التربي هي بتشكل حماية للنبات ليش بتشكل حماية الزبل بيجيب ديدان الأرض الدود الحمر إذا تواجدت الدود الحمراء في التربي بنسبة عالية جذور النبات فعلياً بتكون محمية من الأمراض اللي بتتولد في التربي في عنا أمراض رئيسية اللي هي ما بعرف البيثيوم، الفيزاريوم، الريزكتونيا وفيه كمان الديدان الثعباني اللي هي النماتودة هاي اللي أصلاً تتخلك أو موجودة في التربي وهاي بتهاجم جذور النبات إذا كانت دودة الأرض الحمراء دودة الحمراء موجودة بكثافة في التربي هي اللي بتشكل حماية لأنه البكتيريا اللي فيها بتشكل يعني بتتغذى على هاي المسببات المرضية فكل هذا طبعاً بيجي من وجود المادة العضوية اللي بنضيفها من خلال الزبل نيجي لموضوع الزراعة المائية الزراعة المائية يعني هي بتتناقض جوهرياً مع مفهوم الزراعة البيئية ليش؟ لأنه إحنا في الزراعة البيئية أولاً في الزراعة المائية أنت بتزرع محصول مرة ثانية أو حادي ثانياً تزرع محصول خارج التربي ولما بتزرع إشي خارج التربي الغنية بالكائنات الحية بتحصلش على منتج بزودك بالعناصر اللي لازم لجسمك بيكون ضعيف وفقير بالعناصر الغدائية ثالثاً لما أنا بستخدم المي وبنستخدم المياه طبعاً بنضيف إلها المحلول المغذية على البعض بسميها العناصر المغذية هي فعلياً مواد كيموية هي أملاح طبعاً والحديث إنه الزراعة المائية بتوفر 75% من المياه ومش عارف إيش هي فعلياً لا ما بتوفر وأنا بدي أشرح كيف ما بتوفر من وجهة نظري المحلول المائي هذا اللي بنستخدم للزراعة وهو زي ما قلت محلول كيماوي محلول ملحي شوية شوية بيبدأ يرفع في ملوحة المياه نفسها المحلول نفسه بيصير يتملح فما بني بدأ نستخدم نفس المي لمدة طويلة بعد فترة إحنا هاي المي بدأ نكبها نتخلص منها ونستبدلها بمية جديدة ونرجع نضيف العناصر الكيموية للمحلول نجديد طيب المي هاي اللي كبيتها وهنا إحنا طبعاً بنصير نفكر شوي أوسع من نطاق المزرعة المي اللي كبيتها وين كبيتها؟ في التربة أو في مكان معين رفعت ملوحة التربة إذا أضفتها للتربة أو كبيتها في التربة وإذا تسربت للمياه الجوفية رفعت كمان ملوحتها إذا فعلياً التكلفة البيئية اللي أنا بدفعها نتيجة استخدام هذا المحلول لاحقاً هي تكلفة كبيرة هذا من جانب الجانب الآخر إن زراعة المائية فعلياً ما بتأدي ما بتأدي إلى تقنيات وأساليب لحفظ مياه الأمطار أنا ما بعتمد عن مياه الأمطار ما بحفظ مياه الأمطار في التربة إذا الناس بلشوا يتوجهوا للزراعة المائية ونسيوا الأرض نسيوا الزراعة في الأرض ونسيوا رفع المادة العضوية في التربة المادة اللي بتمتص المي وبتحتفظ فيها وشوي شوي بتخلي المياه الأمطار تدخل في باطن الأرض وتتحول لمياه ينابئة أو مياه جوفية إحنا فعلياً عمان لم نخسر القضية الأخرى إنه الزراعة المائية تحتاج إلى طاقة تعتمد على الطاقة لأنه في مضخات بدها ضلها شغالة أو بين فترة وفترة تسحب مي وتضخ المي في الأنابيب وهي القصص طب إحنا بدنا نتحرر كمان من الطاقة نتحرر من الاستخدام الطاقة الكهربائية أو الطاقة البترول فهاي كلها أسباب بتخلينا نعيد النظر في إنه ليش بد الزراعة المائية زائد تكلفة الإنشاء في الزراعة المائية عالية جدا وفي البعض بيبرر هذا الشيء إنه طيب خلينا نعمل الزراعة المائية في المدن على الأسطح مرة ثانية طب ليش؟ ليش يعني ليش على الأسطح زراعة مائية؟ ليش مش زراعة بيئية؟ أنا في 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 2019 يمكن آه كنت بعته تدريب في لبنان ورحت على مخيم عين الحلوة وفي مخيم عين الحلوة على الأسطح بشتغله زراعة بيئية أسطح مخيم ومخيم يعني من بيت لبيت بننتقل على السطح بمعنى إنه فيش مساحات ومع ذلك الزراعة كانت هناك في أحواض فيها طبعاً نسبة المادة العضوية في الأحواض عالية الكمبوست استخدموا السماد والسباخ الكمبوست وتربة حمرة مخلوطة مع الكمبوست بنسبة عالية يعني نسبة الكمبوست عالية وبالتالي التربة شوي خفيفة وبتحتفظ بالمي منيح وبزرعوا فيها وبعض العائلات كان عندها فائض أنا رحت زرت يمكن خمس أو ست نماذج موجودة في مخيم عين الحلوة بهذا الشكل اللي بتشتغله فأنا ما بشوف مبرر لزراعة مائية اللي ما بتعطيني منتج غذائي صحيح بتعتمد على الطاقة بتعتمد على مدخلات إنتاج عالية وكمان المحلول لاحقاً بده يلوث التربة والمياه بعد ما استنفذه هلا ممكن حد يروح لموضوع مشان يعني أنا أستبق موضوع الاستزراع السمكي أو الأكوابونيك انه يحكي طب ممكن نرب سمك وناخد المي تاعته وهاي المي هي اللي نزرع فيها بتظل يعني إلى حد ما أهون من الزراع المائي الهايدروبونيك إذا رحنا للأكوابونيك لأنه ممكن نستفيد السمك ونحصل على منتج بدون كيمويات لكن أي منتج مرة ثانية ينتج خارج التربة ما بعطيك القيمة الغذائية المطلوبة مش ممكن لأنه جزء من القيمة الغذائية بتكتسبها النباتات أو المحاصيل من الكائنات الحية اللي موجودة في التربة البكتيريا والفطريات اللي موجودة في التربة إضافة بد أحكي إشي ثاني للبعد النفسي في الموضوع كل ما كنا إحنا قرب من التربة بنشتغل في التربة الحالة النفسية في الزراعة البيئية الحالة النفسية بتكون كثير أفضل وهذا طبعا فيله كمان تفسير العلم آجلة تحضير الأرض تحضير الأرض أنا حكيت إنه هو اللي يمكن يأخذ الجهد الأكبر في البداية وممكن كمان أعمل بطريقة ما يأخذ جهد هذا باعتمد على كيف أنا بخطط أشتغل في المستقبل في المزرعة نفسها طبعا أول ما بديت أروج للزراعة البيئية أول تجارب صارت في سنة الستة وتسعين وما كانت تجربة ناجحة وكانت برضو في حكورة البيت عملت اللي هي المساطب المرتفعة الريزد بيد ولكن عملته بطريقة بدون أي دراسة بس إنه كيف شفت وإحنا ندرس كانوا يعملوا الريزد بيد مشان يزرعوا الفراولة بدون أي مواد بس مجرد ترفع وتزرع كانت النتيجة أبدا مش مشجعة وبديت شوي شوي أطور في الموضوع وكان في عندي هدف إنه أنا بدي أنتج بدي أعمل طريقة اللي أولا تعطي إنتاج عالي وسريع لأنه إحدى كمان الأشياء اللي الناس بيحكوها أنه الزراعة الكيموية سريعة في الإنتاج مقابل الزراعة البيئية فكان بدي إنتاج عالي في الزراعة البيئية إنتاج سريع وبتكلفة أقل وكل الأشياء اللي حكينا فبديت شوي شوي أضيف لهاي المساطب أطور فيها وأشغل مع المزارعين أزور مزارعين نجرب وأنا أراكب طبعا أضيف كل مرة شغلة عنصر معين وأجرب ضليت لحد سنة الألفين واثنين لما عملت أول مساطب مرتفعة واللي أعطتنا إنتاج عالي جدا وكان يعني كان بالنسبة إلي بشكل هذا الإنتاج وهاي الطريقة الإنطلاقة المشجعة نحو الحديث بجرأة عن الزراعة البيئية كان في الآلفين وثنين المساطب المرتفعة بنشتغلها بطريقة شوي متعبة أنا بحكي إذا بنا نشتغلها بدنيا بأيدينا بالحدائق المنزلية فيش مشكلة لكن عما ساحات أوسع بتصير بدها بدها جهد بنحفر بنيجي بنحدد مكان بنحط قصتين المسافة بينهم حد أقصى متر بس أنا صرت بعملهم في حدود ثمانين سانتي وبنمد قصتين من هون وقصتين في نهاية المسطبة اللي بدنا نبنيها بنحفر لطراب طبعا بنحط خطان مشان نحدد حدود المسطبة بنحفر الطراب بنرفع الطراب على جنب بننزل لعمق أربين سانتي في حدود الأربين سانتي بعد لما بنزل للأربين سانتي شو متوفر عندي بقايا تقليم أخشاب مرمية كل هاي بحطها في أرضية الخندق اللي حفرته شو في عندي وراك شجر أعشاب جاف بقايا محاصيل بجيبها كمان وبضيفها فوق الخشب بعدين بجيب زبل البكر أو الغنم أو الجاج اللي متوفر عندي بضيفه بطبقة في حدود 15 سانتي ومن ثم برجع الطراب اللي حفرته فوق هذا الخندق فوق هاي المواد فبتتكون عندي مصطبة مرتفعة عرضها من فوق في حدود 70 إلى 80 سانتي وهاي طبعا بتكون جاهزة فعليا للزراعة إذا عندي شبكة راي بدي أمد شبكة راي بمد ها إذا عندي كمان ضايل في بقايا عشاب جافة وكش وهيك أشياء بضيفها فوق شبكة الري وبعدين ببدأ أزرع هاي هي الطريقة طبعا نزرع على طول يعني في اليوم اللي أنا بنهي فيه عملية التحضير بزرع ما بدي أنتظر فترة عشان أقدر أزرع لا على طول بنزرع إذا كان متوفر الكش دائما إغطاء التربة أنا بالنسبة له بشكل العمود الفقري للزراعة البيئي يعني لازم تكون التربة مقطع هذه الطريقة خلينا أقول اللي استخدمتها عشان عشان أثير الدهشة بصراحة يعني كان هدفي أنه الناس تشوف شو الانتاج وتندهش منه عشان يبدأ يقلدو هذا أسلوب أسلوب ثاني مثلا السنة الماضية ما كانش عندي وقت أحضر في أضفت جزء جديد للمزرعة عندي ما كان عندي وقت أحضر وبدأ أمشي في الموسم فالشو اللي عملته الأرض كان لها ممكن أكثر من 15 سنة مش مزروعة أو 20 رحت قصيت العشب كان عشب جاف قصيت مديت شبكة الري شغلت المي وزرعت على طول بدون أي إش هلأ الموسم اللي بعده جيت أضفت الزبل ورفعت شوي الطراب عليه ورجعت غطيت بالكش كل الموسم هلأ أربع خمس مواسم رح أصير أعمل هذا العمل إني أضيف زبل أرفع طراب وأغط بالكش بهاي الطريقة يعني أنا زراعت أول موسم بدون ما أحفر وبعدين صرت شوي شوي أحضر في التربي يعني الزراعة البيئية أنا في آخر اللقاء اللي كان مع مجموعة عنا هنا في فلسطين أطلقت عليها إنه هي عبارة عن حالة تدفق وعي باطني يعني بتصير أنت وعيك الباطني يعطيك القدرة على قراءة الطبيعة بحيث إنك تشتغل كيف الطبيعة تشتغل بينسجام معها وتحصل على الإنتاج اللي بدك يعني الآن إذا عندي أنا مساحة كبيرة مرة تانية وبدي أزرع زراعة بيئية وفي البداية يعني خلص من البداية بدي أزرع أستغل مساحة كبيرة 40-50 دنو في هذه الحالة وهي طبعا كمان عملناها التجربة نستخدم التركتور ولكن بسكة واحدة ولمرة واحدة التركتور بيمشي في الأرض بحرث على سكة واحدة عميقة 40-50 سانتي بنزل بفتح تلم التلم بنعبيه زبل وبنزرع على حواف التلم من هون ومن هون وفي السنين اللي بعدها بنبطل طبعا نحرض خلص هاي التلم اللي نحفر بس بصير أضيف عليه زبل من فوق وأزرع على حواف التلم والجذور هي تلكائيا بصير تدخل للمنطقة اللي موجود فيها الزبل الآن لما هذا التلم يتعبى زبل لأنه طبعا بتحلل وبصير يهبط 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 لكن بعد سنين مع الإضافات المتواصلة برتفع مستوى التلم اللي محروض فأنا بقدر أخذ هذا الزبل اللي صار مخمر على مدى سنين أرفعه وحطه على جوانب التلم من فوق هيك بصير عندي كتفين وأرجع أضيف زبل جديد في جوة التلم يعني أساليب مختلفة اللي ممكن واحد يشتغل عليها هذا أحد الأساليب اللي هيك طلع معاي واشتغلناه وكان كثير كمان ناجح فعملية التحضير ممكن تكون مكلفة إذا بدي أنا أشتر المواد من بره وأجيب عمال يشتغله وممكن تكون غير مكلفة إذا بدي أعتمد على جهدي وشوي شوي أصير أطور في المزرعة يعني كل سنة أو كل موسم أبني جزء من المساطق شكراً بي أحد كمان عنده أي سؤال في عندي سؤال هو عندي كتير أسئلة بس حمقني واحد هل تم تجربة لأن عادة بزراعة البيئية أو زراعة المستدامة أو الزراعة الطبيعية في الأغلب بيكون التركيز على إنتاج يعني زراعة خضار وفواكه سواء كحوليات أو شجيرات معمرة أو أشجر هل تمت التجربة على قمح أو شعير زي مثلاً تجربة فوكوكا ناترول فارمين هل في تجربة محلية مثلاً بالمنطق عندنا هون شبيهة حتى الآن لا يعني مشان إنتاج القمح بهذه الطريقة حتى الآن ما استخدم لكن عندنا صار في تجارب وهاي مش أنا اللي كنت فيها وبدت فيها عملياً مؤسسات وتبنتها كمان وزارة الزراعة في الفلسطينية أو تبنت إنه الفكرة بتشتل عليها بتروج لها اللي هي الزراعة الحافظة اللي عملياً ما فيش فيها حراثة ما شو فيها لكن أسلوب ماسانوبو فوكووكا اللي هو باستخدام كرات البذور الطينية أنا جربته برضو في نفس السنة اللي عملت فيها المساطب اللي هي سنة الألفين واثنين لإنتاج الخضاء أما للقمح لا حتى الآن ما اشتغلت عليه ما اشتغلتش مش لا سبب إنه مش مؤمن فيه لا لسبب إنه ما عنديش الوقت الكافي إني أشتغل بهذا الأسلوب حتى الآن وطبعاً يعني فوكووكا هو واحد من المزارعين الطبيعيين هو أهم مدرسة أنا بالنسبة إلي وأنا ترجمت بعض أعماله في سنة الألفين واثنين في كتاب يسمي ناس زراعة طبيعية كتاب صغير لكن فيه كمان حتى في اليابان فيه ناس عندهم أساليب زراعة طبيعية قريبة من فوكووكا ولكن بيشتغلوها بشكل شوي ممكن يكون أكثر ديناميكية وأنا زرت واحد منهم اثنين منهم في اليابان يعني موضوع القمح حتى الآن ما اشتغلنا عليه إلا في الزراعة الحافظة زي ما حكيت اللي اشتغلوها وزارة الزراع عندي سؤال أنا بخصوص القمح بجزء أنا سألتك قبل هلأ إحنا زي ما بتعرف عم نزرع في أراضي لناس يعني وداخل المدينة فكان عنا موضوع الزبل كان رح يشكلنا مشكلة مع البلديات يعني أو أهالي السكان الحوالين اللي ممكن نجيب يعني دباب وكدوريحة فكان موضوع الزبل ما قدرنا نزبل يعني في بداية الموسم فلما رحنا كنا نسأل كانوا يحكونا استخدموا اليوريا يعني هاي وجاة الزراعة لأي يقول لك هاي مادة طبيعية بس طبعا طلعت لي مش مادة طبيعية اليوريا طلعت مصنع وكيمياروية فهلأ احنا وصلنا مرحلة اللي مش عارفين ايش الطريقة اللي نسمد فيها يعني صعب نحط زبل في المدينة بنفس الوقت اليوريا هي اللي تعطي فصفى الموضوع انه نتوكل عربنا ونشوف حسب الارض فصوبتها هيك يعني حظنا حلو تكون هيك مكتملة او في عندك انت حل بهال حل زي ما عم تحكي احنا لانه زراعتنا عم تكون طبيعية عم تحاول نكون نبعد عن كل شي حتى اي موبيدات اي شي كيموي حل يعني اذا بن نيجي لموضوع الزبل طبعا زي ما حكيت وتفضلت اخ ربي اليوريا مش بس مادة مادة كيموي هي مادة كيموي قادرة انا بعتبرها وهي اصلا اليوريا هي كانت في الاصل المصانع اليوريا هي في الاصل كانت مصانع المتفجرات يعني اللي تصنع القنابل من نفس المادة فمش رح يجي خير من المادة كانت تستخدم للقنابل في الزراعة في موضوع في موضوع الكمح اذا بدنا في المدن ما بعرف في الاردن موجود الكمبوست انا بعرف الكمبوست ما بطل ريحة لكن مشكلته تكلفته عالي بتصير عليكم ما بعرف كيف سعره تكلفته عالي لكن على الأقل لو أضفته كميات قليلة منه كميات قليلة هاي الكميات واذا كانت التربة عميقة فعليا هي كافية لأنها تكون باحتياج النبات مش مية بالمية بعد الانبات بعد الانبات صار في احنا زرعنا بتقظيم 25 احدى شقاط القمح بلاش يفرع إذا سماد الكمبوست يعني أنا بحبش أسميه حتى سماد الكمبوست أو السباخ إذا مخمر بشكل جيد حتى في هاي الفترة بإمكانك تضيفه هلأ كمان مرة ثانية هذا بعاكس النظريات الموجودة ليش بننضيفه لأنه إذا أضفته على سطح التربة شو رح يعمل رح يعمل لك إلى حد ما طبقة تحمي التربة شوية من الشمس هو نفسه إذا نزلت شوية أنطار الكائنات الحي وخاصة الديدان بشكل غير مرئي ولكن رح تيجي تشتغل كمان مع الكمبوست هذا وتصير هي نفسها تسحب جزء منه للداخل للداخل التربة وجود الكمبوست حول جذور النبات حتى لو كان على السطح هو بيؤدي لتكوية النبات وتغذيته ولكن بشكل غير مباشر من خلال الديدان الأرض بيقلل إلى حد نعم في كمية محددة يعني إيش الكمية اللي نحطها مثلا لو يعني حسب حسب التكلف حسب الإمكانيات لو في إمكانية مثلا تضيف بمعدل للدنوم كوب يكون ممتاز كوب نعم إذا في واحد متر مكعب إذا في إمكانية تضيف 2 كوب بيكون أحسن 3 كوب هذا بس على طريقة الرش يعني الرش بس ما هو كوب على دنوم بيروح بمترين ما بدنا نحط كمية كبيرة مش لازم كل الدنوم يتعبأ يعني جزء من كيف كيف تبذر الكمح تبذر الكمح أي حد عنده كمان سؤاد مهندس سعد الله ينطيك العافية بدي أغلبك الآن لو إحنا عملنا تحضير للأرض زي ما قلت أنت حسب الأسلوب اللي أنت قلت عنه وزرعنا فيها مثلاً دنوم حضرناه مثلاً ما حكيت أنت وزرعنا فيه قمح كم تتوقع إنتاجيته تسير دنوم كمح حضرناه حضرناه مثلاً ما حكيت أنت تمام حضرنا الأرض يعني حفرناه وعملنا وزرعنا فيه قمح كم تتوقع يكون فيه إنتاجية هل هي راح تزيد يعني إنتاجية عندك إحصائية معينة رقم معينة زودنا فيه لا حتى الآن يعني أنا تجاربه ما هيش مع الكمح يعني ما عندي رقم محدد أقدر أحدده لكن اللي بدي أقوله أنه الخصوبة خصوبة التربة هي عملية تراكمية بتصير شوية شوية تزيد عندك بالتالي سنة عن سنة يعني ما نستعجل إحنا في أنه بنحصوا عن تاعج خلال الموسم الأول لكن سنة على سنة بتصير تزيد خصوبة التربة وبعدها بصير المحصول يتزاير أنا ما بعرف كدليش إنتاجية الدنوم في الأردن حسب أي منطقة لكن عنا إحنا متوسط إنتاج الدنوم من الكمح بوصل بين 200 كيلو إلى 220 إلا في بعض المناطق وصل 400 إلى 450 كيلو هذا الحد الأقصى اللي موصل له إلا توقع زي عنا بس إنه في أربد آخر فترة طلعوا 500 كيلو في الدنوم سبحان الله كساء الحوران نتذكر آخر إحصائي كانت نعم الآن نشوف مع مع يعني مع الاستمرار في الأساليب الزراعية البيئية بتوصل انتهاي رح توصل لأشي أعلى من الكيموي أنا هذا متأكد منه لكن إيمتأ وخاصة في موضوع الكمح الكمح يعني بده أسلوب معاملة شوية مختلف ممكن يكون طيب السادس سعد لازم أشتغل عليها بصراحة يعني موضوع الكمح لأنه بالنسبة لنا برضه بشكل جزء أساسي من مسألة السيادة الغذائية يكيد يكيد في سؤال آخر اللايك أنك أستاذ سعد بموضوع الهيل الهيل زراعة الهيل في عندك أفكار معينة كيف ممكن حاول مثلا نزراحها في الأردن سيفي عندنا إنتاج منه أنا ما جربتها وعندنا كمان ما في تجربة مرة واحد يعتقد في واحد في منطقة قلقيليا في مدينة قلقيليا زراعها بس أنا حقيقة ما تبعت موضوع زراعة الهيل لكن هل هل تنجح في الأردن أكيد رح تلاكوا مناطق تنجح لأنه الهيل بده مناطق دافية والأردن في هذه المناطق تنجح تنجح